نروح مع حضراتكم لموضوع تاني النهاردة والحقيقة تم إعلان من قبل الشركة القابدة ADQ وهي شركة استثمارية مقرها في أبو زبي وقعوا اتفاقية نهائية للاستحواز على حسة 40.5% في مجموعة آيكن ودي زراع قطاع الضيافة التابع لمجموعة طلعة مصطفى المصرية من خلال أنهم طبعا يدخلوا بزيادة راس المال والشركتين يستثمروا من خلال كيان واحد بموجب الصفقة دي هتبلغ حصة الشركة القابدة من الاستحواز 49% وتصل شركة أدنيك لواحد وخمسين في المية الحقيقة مجموعة من التطورات اللي بتحصل فيه المجال الاستثماري والبال يعني بالتأكيد السوق محتاج لحلول استثمارية يعني تنهض بهذا القطاع تنهض بالاستثمار في هذا القطاع وده أكيد ليه بعد كبير على الاقتصاد المصري ويمكن خلال السنوات الأوليلة شفنا عدد من الاستثمارات في شركات رائدة في قطاعات عدة مش بس مسألة السياحة لكن الحقيقة أنه بالتأكيد المجال السياحي مجال رائد في مسألة دعم الاقتصاد ولو منتكلم على العملة الصعبة دلوقتي والسياحة مصدر من أهم هذه المصادر فالحقيقة يعني صفقة نتمنى طبعا لها نحن نشوف لها عوائد حقيقية ونمو وعائد يعني على الاستثمار بشكل مباشر ومزيد من هذا التطور في المجال الاستثماري والشراكات اللي بالتأكيد تكون شراكات نجاحة ويعني لها بعد إيجابي على الاقتصاد المصري